فيه أوقات بعض مربين المواشي الصغار بيشتكوا من أن المواشي بتاعتهم ممكن تموت سواء بشكل طبيعي أو مرض ويعني شفنا ربما في السينما المشهد ده كتير جدا أن لما الواحد البهيمة بتاعته بتموت بيعيط وبيقول لك ينهر بيض وطبعا ده راس ماله يعني بالنسبة له مش بتدر بس دخل لا ده حاجة مهمة أنها بتجيب ألبان وتعتبر مصدر دخل مهم بكل مشتملات لكن ما حدش خبّله أن فيه في مصر حاجة اسمها صندوق التأمين على المشي صندوق التأمين على المشي ده بيقدر المربي من خلال هذا الصندوق أنه يأمن على هذه المشي من خلال دفع واحد في المية بس من قيمة المشي اللي هي بعشر تلاف جنيه هيدفع ميت جنيه في حالة لقدر الله حصل لها أي حاجة بيقدر يصرف تعويض من الصندوق ده وده بيمثل بالنسبة له يعني نوع من أنواع الأمان خلينا نتعرف عن التجربة دي بشكل أكبر الدكتور عصام إبراهيم المدير التنفيذي لصندوق التأمين على المشي من أورا النهاردة في ستوديو صباح الخري مصر صباح الخري فاند يهلا وسهلا فاند حاجزين نتعرف عن التجربة دي يعني بلغة الأرقام المصريين قد إيه مشتركين فيها هل الأمر ده بطمئة الحل أكيد يعني المتعاملين مع أحداتك مش بس كبار المزارعين هل إحنا بقى وصلنا إزاي لصغار المزارعين اللي هم أكتر ناس ربما بيكونوا أكثر تضررا من هذا العمر بطهة الحقيقة يعني ده معبرة جدا أن أنا أقول أن السرر الحوانية إزاي كان السرر الحوانية النهاردة بتمثل 75% من السرر الحوانية من 85% ل 80% من السرر الحوانية هي في أيدي صغار المربيين فأنا النهاردة لما يكون الماشية الموجودة لدى صغار المربيين بتمثل لي مصدر داخل بتمثل بي لعملية حياتية داخل الأسرة أنا النهاردة لو كان فيه عنده مثلا بقرة أو جموسة أو غيره اللبن اللي طالع منها ده بيعتبر مصدر داخل لي ومصدر داخل البيته بتغذية في البيت كمان الولد اللي بيبقى طالع بيقدر أنه هو يسمنه ويبيعه ويقدر استفيد من المقابل المادي بتاعه في تصريف كتير من أمور حياته فبالتالي النهاردة الوجود الماشية لدى صغار المربيين بتمثل شيء كبير وهو ده كان سبب إنشاء صندوق التأمين على الصلاة الحيوانية صندوق التأمين على الصلاة الحيوانية الحقيقي أنشئ بقرار جمهوري سنة 59 59؟ سنة 59 تقديم أوي تمام وكانت الحقيقي كان إنشاءه برضو زي محاذج زكارة دلوقتي أنه كان فيه أحد المشاكل موجودة أحد الأمراض الوبائية كانت موجودة وده كانت تسببت نفوق عدد كبير من الحيوانات فكانت الدولة بالدورة على أساس أنها لازم تقف بجانب المربي خاصة أن كانت في الفترة دي كانت كل الصلاة الحيوانية لدى صغار المربيين فبالتالي النهاردة لازم نقف جنبيه لأنه لازم يعيد القرى من جديد لأنه بيعتمد عليها في أمور الحياتية فده كان سبب إنشاء صندوق التأمين على الصلاة الحيوانية غرضه غرض تأمين وحفاظ على الصلاة الحيوانية أنا النهاردة إزاي هأمن أو إزاي هحافظ وبعمل تنمية للصلاة الحيوانية التأمين أو التنمية للصلاة الحيوانية بتنتج من الخدمات اللي بيقدمها الصندوق زي ما حدق ذكرتني شوية أنا النهاردة إزاي كان الحيوان تمن وعشر تلاف جنيه وبتفعله رسوم سنوية مية جنيه في السنة طب أصدر مية جنيه دي حيستفيد إيه الراجل المربي أو حيستفيد إيه الحيوان اللي تم التأمين عليه حيستفيد بإن فيه رعاية صحية بيتم تنظيم أولا فيه صندوق التأمين على الصلاة الحيوانية هو ليه مكاتب داخل كل محافظات الجمهورية داخل مدريات الطب البطري فبالتالي فيه هو شريك كامل للطب البطري في أعمال التأمين بتقوم لجنة من الطب البطري بمتابعة الحيوانات لدى المربي في الحظيرة بتاعته أو في داخل البيت بتاعه أو في المزرعة بمتابعة الحيوان ده النهاردة المتابعة دي وظفتها هي أن أنا بحافظ على حيوية وكفاءة الحيوان وعدم تعرضه للأمراض النهاردة كنا بنتكلم على حملة للتحصين ضد مرض الحمى القلعية ومرض الحمى الوادي المتصدى طب أنا بأعمل الحملة النهاردة بعملها ليه؟ بعملها علشان أخلي المستوى المناعي للحيوان مستوى مناعي مرتفع وبالتالي يقدر يصد أي عطرة أو أي فيروس مسبب لهذه الأمراض إذا كانت حمى القلعية أو إذا كانت حمى الوادي المتصدى ممكن نتعرض إليها خاصة أن هذه الأمراض هي أمراض وبائية بمعنى أنها تنتقل عن طريق الهواء فبالتالي أنا لما بحصن الحيوان بيقدر أنه يقدر الحيوان أنه يقاوم أو يرفع مستوى المناعي بتاعه ويقاوم هذه الأمراض يعني فيه حملات تحصينية يا فندم وده بخلاف بقى أنه لو لقدر الله حصر حاجة للمشايا كمان تمام حملات التحصين اللي بيتم حاليا دي أحد الوسائل وسائل الدعم اللي بتقدم من مدرية الطب البطري بالتعاون مع صندوق التأمين على السرر الحيوانية الرعاية الصحية المباشرة للحيوان داخل حزيرة أو داخل بيته برضو دي إحدى الخدمات طيب النهاردة لو الحيوان ده عي أو مرض أو حصل له حالة تعرض لمرض معين مش مطلوب من الرجل المربي غير أنه هو بيروح لأقرب وحدة بطريقة وريبة منه وبيبلغ على أن فيه الحيوان الفناني ده مريض أو تعبان يأما يأخذ الحيوان للوحدة البطارية إذا كانت قريبة منه أو تنتقل لجنة من الطب البطاري تنتقل للمزرعة أو للحزيرة بتاعة المربي وبيتعالج الحيوان العلاج اللي بيصرف ده كأنك في توكيل عربية أنت جايب عربية وأنت في التوكيل العلاج اللي بيصرف للحيوان بيتحمل ثمنوا صندوق التأمين على السرر الحيوانية وبالتالي بيصرف مجاني للغاية المربي يونوطة دكتور خاني برضو هارجع للنقطة دي ما حضرتين بس يعني دايما المربين أو اللي هبقوا مهتمين بفكرة التأمين على المشاية هيبقى أول سؤال عندهم الخدمات دي هايلة ولكن أنا هدفع إيه خذلك قلت بتبقى قيمة صغيرة جدا ويعني بالنسبة لكل الخدمات اللي بتقدم تكاد تكون لاشيء ولكن بالنسبة للمشاية المحلية والمستوردة بتختلف بالنسبة للناس اللي جايب المشاية دي عن طريق قرد من البنوك بيدفعوا برضو ولا لأ يعني حكي لنا أكتر عن النقطة دي تمام هو عملية التأمين أصلا في عندي تأمين اللي هي للقروض اللي صدرة من البنوك يعني عندي فيه بنوك مثلا وليكن مثلا على سبيل المثال بنك الزراعي المصري أو بنك الأهلي حيث ليه محفظة للصرعة الحيوانية بيتم إقراض المستثمرين أو إقراض المربين إقراضهم لشراء للحيوانات وتربيتها للحفاظ طبعا على الصرعة الحيوانية أو أنه يزود الدخل بالنسبة للبروتين الحيواني بالنسبة للمواطن المصري طبعا النهاردة القرد اللي طالع ده بيتم التأمين عليه من خلال صندوق التأمين على الصرعة الحيوانية يبقى دي أحد الوسائل أن أنا بأمن على القرد اللي صادر من البنك لكن فيه عندي رجل مربي وما بيش وحد قرد ده اسمه تأمين العادي بيبعنده عدد من الحيوانات بيقوم بيربي بيأمن على هذه الحيوانات من خلال أنه هو كل اللي بيعمله أنه هو بيوصل لأقرب وحدة بطارية داخل القرية أو داخل النجعة أو المكان اللي هو فيه وبيقدم طلب بأنه هو عايز يأمن على الحيوان حتى لو هو حيوان واحد بيتم التأمين عليه بتقوم لجنة من الطب البطري بالتعاون مع صندوق التأمين على الصرعة الحيوانية وبيتأمين معينة للمكان ومعينة للحيوان وبيتم التأمين عليه في خلال 24 ساعة الحيوان ده لازم يكون متحصن لازم يكون متحصن وده أحد النقاط المهمة اللي نحافظ على الحيوان لأننا التأمين مش الغرض منه هو صرف تعويض بس هو بيتم صرف تعويض بيصل إلى 100% من 8 الحيوان عند التأمين لكن هو مش الغرض منه هو صرف تعويض قدم الغرض منه هو تنمية وحفاظ على الصرعة الحيوانية ورفع من كفائتها أنا النهاردة إذا كنت بأتكلم على أننا مثلا صندوق التأمين على الصرعة الحيوانية بيمتلك مصنعين لإنتاج العلف وبينتجوا علف ذو كفاءة وإنتاجية عالية ومعدل تمثيل بالنسبانه عالي يعني أولا إحنا إحدى مؤسسات وزارة الزراعة بيتم الرقابة على المنتج بتاع المصنعين دولم من المعمل المركزي للرقابة للأغذية والأعلاف المنتج نفسه أنا النهاردة إذا كان معدل التمثيل معناه إيه معدل التمثيل؟ معناها معدل التحويل اللي بيحولوا جسم الحيوان من العلف اللي بياخدوا ليه لحمة أو ليه منتج نهائي معدل التمثيل بتاع استخدامه لأعلاف اللي هي صدرة من الصندوق الحقيقة معدلها عالي فبالتالي بيانعكس على الحيوان يعني إذا كان حيوان مثلا في فترة تسمين وليكن مثلا في فترة تسمين من 6-8 شهور لكن أنا لو قدمت له عليقة متزنة وعليقة بتدي معدل تمثيل أو معدل تحويل عالي فبالتالي أنا اختصرت الفترة بوصل للوزن اللي أنا عايزه في خلال 6-8 شهور في فترة أقل في خلال 4-5 شهور مثلا بوصل لهذا الوزن وبالتالي أنا بعمل بزود انتاجية الحيوان وده بيانعكس طبعا على كمية البروتين الحيواني اللي بتقدم للإنسان وعلى الألبان اللي بتنتج برضو من الحيوان على خريطة القطر المصري أكتر المحافظات اللي أمنت على حيواناتها وبلغة الأرقام أيضا مين الأكتر؟ هل هي الشركات الكبرى اللي بتمتلك عدد حيوانات كتير ولا صغار المزارئين؟ أولا التأمين يعني زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا في نوعين نوع اللي هو نتيجة قروض أو نتيجة تأمين عادي اللي هو يروح المربي من نفسه وعايز يأمن على حيواناته من صافي داخله أو من فلوسه يعني القروض بيبقى مش هقول مجبر أو مضطر لكن هو لازم أنه طالما دي محفظة مالية طلع من البنك فبالتالي بيتم التأمين عليها ده بالنسبة ليه القروض لكن بالنسبة للتأمين العادي هي الحقيقة هي ممكن تكون النسبة باعتها مش عالية في الفترة الحالية لكن احنا فيه طبعا خطوات بتتم في الفترة الحالية لرفع مستوى التأمين بالنسبة للتأمين العادي يعني لو وصلنا مثلا للسنة المنقضية السنة الفاتح وصلنا لي مليون وربعمائة ألف راس تم التأمين عليهم لدى صندوق التأمين على الصراحة الحيوانية من أصل قدي دكتور بالنسبة للمشية أو للأبقار والجموس هي بتوصل لحوالي من 4 إلى 4.5 مليون راس هي النسبة ممكن تكون يعني نسبة يعني مش عالية قوي لكن احنا فيه خطط مستقبلية بنعملها في حالة العام المحالي احنا 4.5 مليون وربعمائة ألف راس ده تم التأمين عليهم في خلال العام المنقضي يعني حوالي 25% 30% تعليم طيب دكتور حضريك قلت أنه بيتم التأمين في خلال 24 ساعة بس تفعيل بقى خطة تأمينية دي بيكون يعني بيفعل في وقتها يعني لا قدر الله تعالي نقول أنه فيه أحد المراببين راح أمن على المقشايا اللي عنده ولا قدر الله حصل أي حاجة في خلال وقت صغير تمام أولا التأمين بيتم التأمين ضد عدد من المخاطر يعني أنا مثلا المخاطر اللي بيغطيها سندوق التأمين على صارة الحيوانية من خلال التأمين اللي بيأمنه للحيوانات هي لو نفوق لو حصل نفوق للحيوان أو لو حصله لقدر الله زبح طراري زبح طراري أنه هو مثلا كان بيعالجه مثلا فترة وبعدين الطبيب شاف أنه هو الأفضل أنه هو يزبح الحيوان فبيتم زبح الحيوان وبيتم التعويض له كمان لو حصل صرقة أو حصل حريق أو حصل سطو أو حصل تعرض الحيوان لأحد الأمراض الوبائية طب لو حصل حاجة من الحاجات دي إيه المطلوب من الرجل المستأمن يعمله مطلوب منه أنه هو بيروح برضه لأقرب وحدة بطرية وإحنا نعتبر يعني يعني زي بيت عيلة الرجل المربي ما بيطلعش بعيد لكن هو مع أقرب وحدة بطرية بالنسباله بتعامل معها بتبقى الأمور أسهل كتير فبيوصل لأقرب وحدة بطرية بيختر على النفوء أو الصرقة أو الحريق أو وهود برضو وباقي بالنسبة للحيوان وبيتم خروج لجنة من الطب البطري بتعين الحيوان النافق أو الحيوان المسبوع وبيتم عمل صفة تشريحية للحيوان وصفة تشريحية هنا الغرض منها أننا النهاردة عندي حالات نفوء لازم أعرف حالات النفوء دي سببها إيه علشان تعمل الإجراءات الاحترازية الإجراءات الاحترازية اللي لازم تتعمل لباقي الحيوانات نفترض أنه كان مرض وباقي موجود في الحيوان ده فبالتالي فيه إجراءات بتتخذ للمحيط اللي حوالين هذا الحيوان من المزارع أو الأماكن اللي موجودة فيها بتواجد فيها الحيوانات فبالتالي الصفة تشريحية اللي بتتعامل عن طريق الطب البطري مهمة جدا كمان فيه نقطة تانية أنه هو لو حيوان مسبوح بيرضو بيشوف هل اللحمة دي صالحة للاستهلاك أو غير صالحة للاستهلاك علشان ما قدمش اللحوم تكون فيها مشكلة بالنسبة للمواطن المصر لو فيه سرقة أو فيه حريق برضو بيبلغ في قسم الشرطة بلغ بأن فيه حالة سرقة أو حالة حريق وبيتاخذ بالتصرف النهائي للنيابة ويتم صرف التعويض زي ما قلت حضركم صرف التعويض بيوصل لحوالي 100% من 8 الحيوان عند التأمين عن بداية التأمين أكثر المحافظات وأكثر الأقليم يعني صعيد وجه بحري سينة يعني مين أكتر هي طبعا هي بحري فيها طبعا نسبة التأمين نسبة عالية كمان فيه عندنا فيه بعض المحافظات في الإبلي زي مثلا إنا وزي سهاج برضو معدل التأمين فيها مرتفع والحقيقة إحنا لدينا خطة بالتعاون مع الطب البطري إن إحنا يكون لدينا انتشار فيه رقم واحد مين فيه بحري في منطقة مثلا في البحيرة بحيرة عاملة محافظات كويسة جدا يعني والبحيرة طبعا زي ما حالك عارف نسبة المزارع فيها عالية جدا ودي ممكن نرجع لموضوع القروض زي ما قلت حضراتكم شوية إن القرض لابد إنه يتم التأمين على القرض في أوراق يفنم الإنصارية إحنا لازم ننتقل للمجاز في أوراق أو في شروط مطلوبة للتقديم أو للتأمين على المشاية مش مطلوب أكتر من الرجل المربي يروح لأقرب وحدة بطرية عنده في قلب القرية وبيخترها بأنه عنده راس أو اثنين أو ثلاثة وعايز يأمن عليهم بتتحرك اللجنة مباشرة للمكانه حديثي قلت لو راس واحدة لا 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 وإنه هو لاستيراد أو لتربية حيوانات لعدد معين من حيوانات وبتقوم اللجنة من الطب البطري ومن الصندوق بالتأمين عليه برضو في خلال 24 ساعة في نقطة تانية ومهمة النهاردة لو الرجل ده ما استفدش طول السنة من تعويض مثلا أو غيره طب كمان في فايدة تانية ممكن لستفيد منها لما بيجي بيعيد التأمين للسنة التالية بياخد خاصم 10% كمان على الرسوم اللي هو سدد ونشكرك يا دكتور دكتور عسام امرهيم المدير التنفيذي لسندوق تانمين على المشاهدة شكرا جزيلا لحضرتك فكرة عظيمة ونحتاجين أن احنا نستثمرها على كافة المستويات وتنتشر كمان في كل المزارع المصريين